مرحبا بكم في قناة طوب ست مينوت ولا تنسوا الاشتراك ولايك بالنسبة للمقادر الرفيسة المغربية الشهيرة الأكلة الشتوية بامتجاز حبتين من البصل تكون كبيرة وربع كيلو من الفصل اليابسة الفل كذلك ربع كيلو من العدس هناك نوعين من العدس البلدي والرومي لكم الاختيار دجاجة كبيرة أو ممكن استعمال دجاجتين صغيرتين حسب عدد أفراد أربع حبات من الثوم خصوص الثوم تكون مجمعة كأس كبير من الزيت الزيتون وطنجرة كبيرة نضع في الطنجرة بصل مقطع على هذا الشكل يفضل تقطعها طويلة بهذا الشكل نأخذ دجاجة ونضعها في الطنجرة فوق البصل نضيف مواد الأولية والعدس بعد غطله وتنشيفه كذلك نضيف الفل ممكن أن نضيف كذلك زيت الزيتون كأس زيت الزيتون ممكن إضافة زيت آخر زيت النباتي نضع في صوص الثوم بهذا الشكل كأس من المعدنوس وليطر ونصف من الماء بعد نصف مفروم كذلك نصف كبير لطر ونصف من الماء بالدافئ بالنسبة للتوابل حب الرشاد الحلبة ثم الأعشاب الشتوية وهي رأس الحانوس أو المساخن هذه هي الأحساب التي تساهم في فرص زيادة الحامل وارتفاع وزيادة في الوزن كذلك ارتفاع في درجة حرارة الجسم نضيف التوابس زنجبيل وكركم ثم القصبر اليابج على هذا الشكل ها هو القصبر غير مطحون وها هو مطحون نضيف ملعقة كبيرة من كل من هذه التوابل بالنسبة للأعشاب مساخن هم نضيف كذلك الزعفران الحر الملح ملعقة ملح كبيرة وملعقة صغيرة من الأبزار بالنسبة للزعفران أو الزعفران الحر نضيفه ماء ساخن جدا حتى كذلك نضيف ملعقة من السمن ولكن ننتظر قليلا بعد أن نسكب الماء الساخن على الزعفران حتى يكسب اللون المصفر نتركه حتى يعطي لونا أصفرا غامقا نحركه قليلا بالملعقة كل هذه الأعشاب تساهم في زيادة الخصوبة نضعها مباشرة فوق الدجاج يعطي نكهة جميلة نضع كل في التنزرة ونحكم الإغلاق نتركها مدة ساعة ونصف ساعة ونصف كافية حتى تنضج قسعة قسعة كبيرة نضيف الملح والماء لجمع الخالد وقليل قبصة من الخميرة الجفة الطحين الدقيق ثم الساميد كأس كبير من الساميد وكأس من الدقيق الصلب نقوم بغار بالتد الدقيق الرات بالعبيد كيلو جرامين من الدقيق وكأس من الدقيق وكأس من الدقيق الصلب ليعطي عجين رطب وهش وسهل في الدلج ساميد نضيف في كأس الملح نقوم بتدويب الملح مع الخميرة الجفة أو الخميرة الرطبة أو المعجونة فلكم الاختدار هي فقط قبصة صغيرة ونخلطها بماء دافئ نضيب الخلط في كأس وبعد ذلك نضعها فوق الدقيق ثم نسكب القليل من الماء شيئا بعد نجمع الخليط باليد وممكن أن تدلكها في عجانة كهربائية فمن أفضل أن تدلك يدويا حتى تعطينا هذا الشكل الرطب يجب أن يكون خليطا متماسكا وتصبح عجانة مدلوكة جيدا وتعطي هذه النتيجة عجانة رطبة ومتزانسة ومتزانسة نأخذ كأس من الزيت النباتي وندهنها فوق الخليل الزيت ندهن على كلها لنقطع منها كورا كوريات على شكل قرص ومتزانسة وننسى الزهن نظروا كوريات فوق سطح مدهون بهذا الحجم تقريبا قطرها 6 سنتيمترات ندهن ندهن الصحن وندلك القرص زيدا حتى نحصل على دائرة كبيرة ورقيقة نكرر العملية في كل كوريات العجين ونحصل على مثل هذه الأقراص نعود إلى الطنجرة فنجد كمية الماء كافية ونتأكد من نضج العدس والفاصولية كذلك بالنسبة للتجاجة نقوم بقلبها على ظهرها بالأول نضع الصدر هو الأول حتى ينضج جيدا ثم نقوم بقلبها على ظهرها حتى تكمل النض وبعد ذلك نضعها في الصحن ونترك المرق حتى يكمل النض وإن كان كافيا نتركه ونضيف نضيف 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 كأس من زيت الزيتون المهم يجب أن يكون المرق خاطرا وفيه كمية كافية من الماء نعود نعود إلى العزين المورق أصبح على هذا الشكل ممكن أن تختصر طريقة نضج العزين بهذا الشكل ممكن أن نضع واحد حتى تنضج ونضع فوقها واحد أخرى ونحصل على هذا الشكل ممكن أن تقطع أطراف كبيرة أو صغيرة أو بالمقاس نأخذ بيد للسلق على حسب الضوغ 6 بيضات أو 10 بيضات للتزيين نقوم بتقطع التريج جيدا كله ونضع في الصحن وكذلك نقوم بتزيينها بالتمر والقرقاح كذلك ندهن الدجاج بالسمن وندخلها في الفرن لتتحم قليلا سمن وممكن زبدة ندهن ندهن بالزبدة أو الزيت ونضع الدجاج ونأخذها إلى الفرن حتى تتحم نقوم بالسكب المرق على الثريج هذا التريج الطعام المفضل عند الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم متسليما ها هو الدجاج أصبح طاززا ومحمرا ويجب ترقيد ترقيد جيد للتريج من الأفضل من الأفضل أن نقدمه ساخنا لم يبقى شيء في التنزرة للأسف فنترك القليل في كأس نضع نضع البيض والطمر للتزيين بهذا الشكل فهي أكلة مع شوقة المغاربة بالأخص وأحسن أكلة في فصل الشتاء كذلك فيها مواد طبيعية وأعشاب لا ننصحها بالنسبة للحواميل ولمن يعاني من الضغط الدموي ارتفاع الضغط الدموي ولن تنسوا اللايك واشتراك وبالصحة والراحة وشكرا لكم المشاهدة